تونس كابتن يعني أنا بيقولولي أنا فرقت على المطش الأولاني تونس في المطش الأولاني الجن داخل ويرجع الكرة داخل الجهل ومرحوش المطش ده برضه يعني التسعين ديئة برضه المنتخب مالي احنا حظنا ان احنا لعبنا منتخب انا بعتبره اقوى منتخب في العشر منتخبات في الفترة الحالية بأمانة يعني ففيما يخص بقى المباراة نفسها النهاردة احنا تشوت الأولاني كنت مرتبط جدا هم كانوا اقوى وجابوا جن في البداية بصفة عامة يعني كان فيه نجوم في اللقاء زي الشناوي طبعا ابو الفتوح ياسر ابراهيم حمدي فتح لما لعب 3-5-2 لما رجع وراء ترزيجيح هاول كتير وطبعا زيزو لما نزل دول اكتر يمكن ناس يعني يحاولوا وامام عشور ايضا لما نزل ناحية الجنب اليمين ودولك عمل برضه الكرة التانية بياخدها كلها ماشي لكن يعني دول تقريبا أبرز الناس الشوت التاني انت تحسن أدائك بقى عندك ثقة في نفسك رحت بكرتين لزيزو لكن هم أيضا راحوا بكور كتيرة سواء في الشوت الأولاني أو في الشوت التالت والرابع فهي المباركة رايحة جاية بس احنا ما كانش لينا أن يب حقيقية في التالت الأخير يعني النهاردة زي ما انت قلت صلاح ما كانش في الحالة بتاعته مرموش كان يعيش دايما انا قلت حالك شايف ان هو كان في حالك لا لا ما انا بقولك لا لا ما انا بقولك صلاح لا انا بقولك انا بقولك ترزيجي اللي كان بيحاول لكن ما فيش خطورة كبيرة على المرمى لكن كان بيحاول الجبهة بتاعت الشمال بالذات الحد كبير رغم ان كان عليها ضغط لكن برضو ابو الفتوح هاجم كتير النهاردة كان هايل ومع ترزيجي ولما نزل زيزو برضو هي الجبهة دي اللي كانت فيها حركة فالحد ما في ناس يعني المعظم بزل جهد لكن في مجمل اللقاء انت ما كنتش الأفضل هم اللي كانوا الأفضل بس هو الناس زعلت ليه لانك انت وصلت لضربات الجزاء يعني وصلت للنقطة ان ممكن وممكن بس دي فيها توفيق يعني انا شايف ان ضربات الجزاء بالذات بيبقى فيها توفيق لان هما ضيقوا هوا الكرة وانت تضيق وانهما ضيقوا وانت تضيق فهي فيها توفيق شوية لكن يعني انك توصل لواحد صفر 520 دقيقة دي حاجة جيدة كلقاء لكن في مجمل اللقاء هم كانوا أكتر وهما فرصهم كانت أكتر زي ما انت قلت النهاردة هو عمل أكتر من تغيير السنغال لعب ساد يومانيه في الداخل بعد داية المباراة صح في الداخل يعني لعب 4-4-2 ودى اسماعيل صار يمين ولعب بونصار اللي هو كان باك يمين لعبه جناح يمين ولعب سيسي اللي النهاردة كان هايل غير عكس المباراة القائرة للباك الشمال و غير تخرج كتير جد يوسف سبالي لعب باك يمين لأنه هو مدافع قوي يعني كان قوي وعمل شغل كويس فهي المباراة كانت رايحة جاية ولكن كانت في اتجاه السنغال أكتر باستثناء في 25 دقيقة في الشوت الثاني قدناها بشكل كويس قوي مع تغييرات مصطفى محمد وزيزو وكان التاية الدونجة في نص الملعب ما كان النني ومصطفى محمد راس حربة وزيزو ناحية الشمال زيزو عمل شغل كويس من ناحية الشمال مع أبو الفتوح وجاتل وفرصتين حظ وحش فيهم لكن هارد لك